اشتركوا في القناة انا معاكم في اول يوم في 20-24 نهاية سنة وبداية سنة جديدة تماما كل واحد بيفكر هو ايه اللي حققه في السنة اللي فاتت يعني انا اول ما السنة كده هلت يا ترى انا كايمان حققت كل اللي باحلم به السنة اللي فاتت طب يا ترى كل اللي انا قلت هعمله هل انا عملته طب يا ترى ايه اللي تحقق ويه اللي لسه ما تحققش طب هل انا عملت المجهود الصح واشتغلت صحة على نفسي واكتهدت وسعيد طول السنة عشان احقق اللي انا كنت باحلم به او اللي انا كنت هموت عليه ولا تكسلت بقى ومش مهم وقضتها نوم وقضتها قعدت فرج على الموبايل واللي ربنا ريده هيكون وعملت لك بقى اي حاجة هل انا سعيت السعي اللي ربنا يشوفه ويبقى شاهد علي عشان احقق حلمي هل انا تعبت واكتهدت ووديت من صحتي ووديت من وقتي ووديت من كل حاجة عشان اوصل لهدفي سؤال لازم نسأله النفسنا في السنة الجديدة طيب فيه سؤال تاني اهم برضو مين الناس اللي انا طلعت بيهم من السنة اللي فاتت ويكمل بيهم يفلطرتهم من اول السنة الجديدة مين الناس مين الناس اللي همسكهم في ايدي كده وكمل بيهم في السنة الجديدة مين الناس اللي وقفين في ضهري مين الناس الجدعان مين الناس اللي عمرهم ما سابوني في الفرح او في الشدة او في المحن لانه مهم جدا الناس مش في الافرح بس صحابي مش في الحاجات الحلوة والضحك بس هل الناس دي لسه معايا في السنة الجديدة ولا كفاية عن الناس دي اللي انا مش شايفة منهم اي خير وبصين في حياتي وعملين ينقف على حياتي وما بيعملوا ليش اي اضافة في حياتي بل بالعكس فيه ناس كمان بيشدوك لورا وزي ما قلنا في حلقة قبل كده الصاحب ساحب ياي صحابك لفوق ياي نزلك سابع ارض فقدر تتركز في صحابك اللي داخل بيهم السنة الجديدة طيب فيه كمان شوية ناس كان بيقولوا ايه يا دي كانت سنة حلوة حصلتلي فيها نقلات مهمة جدا في حياتي وفيه ناس تانية يردوا عليهم يقولك مش فارق معايا اهي سنة راحت وسنة جاية وكله شبه بعضه بقولكوا ايه انتوا فرحانين على ايه ما كل الايام زي بعضها دي ناس اصحاب الطاقة السلبية اللي احنا بنسمعهم وبنشوف بوستاتهم طول الوقت على السوشيال ميديا المهم ثم المهم ان احنا نستقبل السنة الجديدة نستقبلها ازاي هلنستقبلها بحب وامل هلنستقبلها ان احنا نفكر في الجديد والتجديد وايه الحاجات اللي المفروض اغيرها واجددها في حياتي انتي اكتر واحدة عارفة ايه اللي المفروض تجدديه او تغيريه او تمحي من حياتك نهائي هل محتاجة في عشرين اربعة وعشرين في اول يوم في السنة عدت مع نفسي كده كست وقلت ايه القرار اللي انا محتاجة اخده في حياتي وبقالي كم سنة مكسلة او خايفة ااخد القرار ده او مترددة او خايفة من عواقب القرار عارفين يعني دايما الزون اللي هي الرمادية دي اللي هو عايز ااخد القرار عقلي بيقولي انت صح قلبي بيقولي لا مش دلوقتي لا اصلا انت هتتوجع لا اصلا انت هتتعبي فيه قرارات كتير كل يوم بناخدها بس ساعات ما بنعرفش نطبقها ما بنقدرش نطبق القرار الصح في التوقيت الصح مع السنة الجديدة مع الطاقة الجديدة لازم نستقبلها بطاقة حلوة لازم نستقبلها بحيات يعني بحيات بجد مليانة طاقة ومليانة نشاط وخلاص اللي عد عد واللي فات مات تعارفين دايما لما صحابي يعودوا يكلموني في المشاكل بقولهم ايه دايما جملتي اللي فات مات يقولي بس سيدي ايمان انت مش فهمة اصلا خسرت فروسي كلها اصلا عملت طب انت دلوقتي واقف على رجليك صح يقولي صح اقوله خلاص يبقى اللي فات مات هتفضل تفكر في اللي فات هتفضل راجع لورا للماضي مش هتاخد خطوة لقدام النهار دا انا معاكم عشان نبتدي اللي مش عارف واللي متردد واللي مش فهم يعني ايه طاقة واللي مش فهم يعني ايه اجدت حياتي واجدت طاقتي واستقبل السنة الجديدة بشخصية جديدة تماما ايوة احنا هندمر القديمة لو القديمة دي مدتناش او ما وصلتنناش ما وصلتنيش للهدف بتاعي انا ملتلزمنيش السنة اللي فاتت دي اللي انا ما عملتش فيها المفوضة اعمله اللي انا ما بازلتش فيها المجهود المفوضة بزيله اللي انا ما وصلتش فيها الحلمي طيب ما لسه طول ما ربنا مدينا عمر وطول ما ربنا مدينا صحة انا لسه هقف على رجلي واشتغل واوصل لحلمي هوصل يعني هوصل النهار ده الحلقة معمولة عشان كده ان احنا نستقبل السنة الجديدة بطاقة جديدة وبحيوية وبامل جديد في الحياة النهار ده يكون معاي في الستوديو الكاتب والسيناريست الاستاذ باسم شرف وليليه اعمال درامية جميلة جدا زي تامر وشوقية ورجل وست ستات وكمان كان فيه مسلسل لطيف جدا كنتم تابعها حكايات جروب الدفعة وما احلى ايام الدفعة طيب هو دايما بيحب ينشر كل اللي بينشره فيه طاقة ايجابية وفيه افكار حلوة يعني انا ما بقرأ اي حاجة بينشرها بحيث ان انا عايزة اقوم ادخدغ الواقع عايزة اقوم اجري واشتغل وحب الدنيا وحب الحياة وحب نفسي على فكرة لكن قبل ما نروح لضفنة هنستقبل مع بعض ضفنة كمان من خلال زوم الاستاذ تامر شلبي وهو خبير في التنمية البشرية وهنعرف منه اكتر ازاي نستقبل السنة الجديدة بطاقة وبنشاط وبافكار جديدة مساء الخير يا فاند اهلا مساء الخير كل سنة وانت طيبة وكل السادة المشاهدين بقى الف خير ويا رب السنة سعيدة علينا كل الناس امين يا رب اللهم امين طيب فيه بقى ناس هنبتدي الاول بالناس الوحشة الناس السلبية اللي قولك يعني لا لا دول من ناش دعوا بيهم دول عايزين نشيلهم من حصبات تمام بس بردو خلينا نتكلم عن الناس الحلوة والسنة الحلوة وكل الده جديدة ما هم يا تامر دول مؤثرين بردو يعنينا لما كنا جدا لا نحن عايشين وسطهم ايوا عايشين وسطهم يعني انا ما اقول مثلا ايه خلاص احنا هندخل بقى سنة جديدة جماعة بطاقة بقى يا ست يعني ايه الجديد يعني ما سنة دي زي دي زي الايام كلها زي بقى طيب نبتدي ازاي السنة كده احط افكار جديدة ازاي فاتح لنا كده مدارك جديدة ازاي ابتدي استقبل الطاقة استقبل الحاجات الحالية طيب هو خلينا نتفق على حاجة احنا قبل ما نبدأ نحط شوية كده لستة نمشي عليها او نقول طرق ازاي ازاي نبدأ سنة جديدة السنة الجديدة او اي حاجة جديدة في حياتنا بتبدأ بهنا بدماغنا الاول بتفكرنا بايماننا ان احنا عايزين نعمل حاجة جديدة ونشوف ونعيش حاجة جديدة لو ما قدرناش نسيطر على دماغنا وطريقة تفكرنا عمرنا ما هنقدر نوصل لأي حاجة مهما بقى اخدنا وصفات وكتبنا لسة واسمعنا كلام الناس كل ده في الهواء ملوش اي لازم دي حقيقة اه بصد اتفضل اتفضلي حضرت انا عارفة ان الموضوع صعب اخلي بالك يعني انا كموزيع عارفة حضرتك خبير في تنمية البشرية وكاتب وكاتب عارفة لكن في ناس يقولك يعني ايه اقنع نفسي ازاي ان الحياة حلوة وانا مش حاسسها حلوة فانا دايما بقول معاك وبدم صوت لصوتك اللي هو انا دلوقتي عايزين نعمل ايه اختبار كده عملي يعني يقولي دلوقتي انا كايمان قعدة معاك وبقولك بص يا تامر قولي ابتدي اقولي نفسي ايه ابتدي اتكلم مع نفسي ازاي من بداية الحياة بداية السنة تمام طيب هو هي بدايتها زي ما قلنا الاقتنع وتاني حاجة انت يمكن ذكرتها ان المهم جدا الناس المحيطة بي بتأثر فيها جدا بتأثر في حياتي وفي تفكيري وفي نظرتي للحياة فعشان اقتنع الاول لازم داخليا اكون مقتنع انا عايز اعمل ايه وابدأ ابقى محاط بالناس الكويسة ثالثا وهو الاهم ان انا ابدأ دايما ابص النص الكباية المليانية مشكلتنا احنا لما بتجلنا اي مشكلة بنبص ان المشكلة حصلت ليه ونفضل عايشين في المشكلة وساعات كتير بنتجاهل ان المشكلة بتكون سبب للفرصة تانية احنا داخلين عليها بس ما بنشوفهاش لمجرد ان احنا بيقام مركزين في المشكلة افتر من ايه حاجة تانية صح صح يعني انا طول ما انا عندي مشكلة انا مش شايف اي حاجة حلوة حوالي انا شايف ان انا عندي مشكلة وعايز اقعديها يعني كم المشاكل اللي بتجلنا على البرنامج يا تامر بس دايما بنرده احنا بنتكلم دايما في التنمية البشرية والطاقة الحلوة وازاي نعالج نفسنا من الاكتئاب وازاي ندخل سنة جديدة بشكل افضل لكن انا فعلا حقيقي انا لما جيت مرة كانت واحدة بعتنها رسالة وكانت مهمة او رسالة دي كان عندها مشاكل كتير وانفصلت وخسرت كل فلوسها واتخد منها عيالها يعني اصد هي اكيد الستة دي شايفة ان حياتها سواد مفيش اي عاجة فيها حلوة بس لما انا قلت لها عارفة المرحلة اللي هتعديها دي عارفة لما تقابلي بقى العوض الحلو وابن الحلال بجد اللي يصونك وعارفة لما تشوف الحلو اللي بعد كده هتقولي ان دي كان لازم ربنا بيأهلني فيها ان انا انشف واجمد عشان اعرف اقف على رجلي عشان اعرف استقبل مرحلة الجديدة ناس كتير جدا يتامر مش فهمة ايه اللي جاي لان اكيد طبعا احنا بنبقى شايفيني اللي جاي يعني ما بيبقوش مقتنعين ان لسه في مراحل جديدة هيمروا به دي حقيقة خليني اقولك ان احنا لازم نبقى مقتنعين بحاجة احنا بنسعى طول حياتنا وبنكتهب عشان نوصل للحاجة اللي تخلينا سعدة مش اكتر من اللي تخلينا نكحين وفي الوقت اللي احنا بنسعى فيه بيجي وقت ربنا بيشاور علينا ولما ربنا بيشاور علينا بتبقى دي المرحلة اللي احنا فيها بنحس ان احنا سعدة ونكحين ولما الزمن بيقس علينا والدرس بيحب يعلمنا علام جامد هي دي المرحلة اللي ربنا بيطبطب علينا فيها بيطبطب علينا بقى بطريقة غير مباشرة من ناس كويسة حوالينا من موقف كويس بنتحط فيه ومن هنا بنعرف قيمة المراحل اللي احنا بنعدي بها وخلينا دايما نبقى فاكرين ان كل نهاية هي بداية لحاجة احلى فالناس ما تزعلش من الحاجات اللي بتنتهي لانها اكيد وراها فرصة احسن كل نهاية بداية لحاجة احلى دي حقيقة انا كمان هاحفاظها وزي ما احنا زي الناس اللي بتقولك السنة دي مزي السنة اللي جاية والسنة بكل شكل لا احنا خلصنا سنة عشان ندقى سنة احلى وده اللي لازم يبقى مقتنعين دي طب ازاي اعمل لنفسي افجريد يعني ازاي اطور من نفسي يا تامر يعني يعني انا طول الوقت بيكرهونا اول ما نقولهم يلعبوا رياضة ويبتدوا حياة بنشاط يعني يقول لجناية بصي خلص عرفنا ان الرياضة كويسة وحلوة ايه تاني غير الرياضة ازاي اجد من نشاطي ومن شابهنا وده سر اللي الناس ما بتاخدش بالها منه بلاش نبص الورا فاللينا دايما نبقى بصين لقدام وشايفين انه قدام ده لسه مشواره طويل وعايزين نستمتع به وايا كان اللي حصل ورا ما نبصلوش بس نبقى فاكرينه ان احنا او نفتكر الدروس اللي فعلناها منه وطول ما احنا بصين لقدام نتخيل او دايما وابدا نرسم لنا حاجة مختلفة علشان نقدر نمشي قدام صح اللي بيبصوا بورا بيتكعبل وللأسف ما بيعملش اي حاجة واغلبيتنا دايما بيبقوا عايشين في اللي حصلوهم ما بيركزوش في اللي عايزين ويحصلوهم دي حقيقة برضو لان فعلا كل طول ما احنا بصين لورا وبصين لكنا فين يعني ده طبعا نقوله للناس اللي يعني انا بشوف ناس يقولك انا خلاص كبرت بقى يعني انا هبتدي من جديد تاني طب تقولي الناس دي برضو ايه تامر اللي يقولك انا خلاص بقى كبرت بقى هبتدي امتا كبرت اصل كبرت دي مش معناها هي نهاية الحقيقة كبرت دي معناها ان انا نضقت كبرت دي معناها ان انا عديت بمراحل عديت بخبرة بخبرات تخليني اعرف استمتع بالوقت واللي جاي علي لكن مفيش حاجة اسمها انا كبرت فخلاص عمرها نفر توليت الى ان عند كل وقت احنا بنعدي بمرحلة او بنعدي بحاجة المرحلة دي بتغيرنا دايما وابدا وبتوضينا الحاجة احسن انت عارف ان اللي بيقولي انا كبرت دي ممكن يبقى شاب عنده تسعة وتلاتين سنة مثلا او واحد واربعين سنة يقولي مثلا ما تجوزتش لغاية دلوقتي يقولي اما خلاص بقى انا اكبرت بقى وانا عارف ان الموضوع مش هيبقى لطيف لان زهقته مليش خلق يعني انت بتخيل اعتبر السن اللي بقام يقوله فيه انا اكبرت ومعنديش خلق علشان كده السن عمره ما بيطرفت برقم وعلشان كده الناس اللي بتعيش سعيدة هي الناس اللي بتجبر عمريا وبتفضل صغيرة نفسيا او داخليا لو انا قدامي قرار ولازم اخد قرار يعني انا دلوقتي ايمان انا دلوقتي بفكر اكمل في الحياة الصعبة دي ولا اخد قرار الانفصال طب دلوقتي انا بشتغل شغلانا كويسة جدا بتخلي دخل مساعدني انا في بيتي وولادي بس عندي ان البيت متضرر فانا لازم اقعد بس خايف اسيب الشغل لاخسره بعد كما عفش ارجع له تانعرف يعني في مرحلة كده بيبقى فيه قرار صعب يعني استمر اقف طب اسافر عندي مثلا شغل كويس جايلي ولا اكمل هنا اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه طب انا بعد ما انفصلت قدي الولاد لابوهم ولا اكمل انا طب اكمل لوحدي ازاي يعني لو انا قدام اي قرار صعب في حياتي ببتدي استقبل ازاي افكر ازاي بزهن صافي وما ندمش على قرار انا باخده ازاي ااخد القرار يعني الاتموسفير او الطريقة ان انا افكر ازاي صح عشان ااخد قرار صح طب خلينا نبقى عارفين كويس قوي ان كل القرارات الصعبة اللي بنعجي بيها في حياتنا هي دي اول مرحلة او بداية مراحل نجاحي يعني ايه بداية مراحل نجاحي يعني القرار لما بتحطي فيه بيبقى صعب وما وعرفش اقول او اخد او اعرف انا هعمل ايه اعرف كويس قوي ان في وقتها دي خطوة لبداية حاجة دي لبداية حاجة دي علشان كده الناس اللي طابقوا ده القرار وتبقى مترددة مش عارفة تعمل ايه ايه ستأكد تماما ان القرار ده هيكون سبب في نقلتهم بس لو ما تراجعوش فيه لو ما تراجعوش فعلا هو فعلا القرارات الصعبة دي بتبقى صعبة جدا بتبقى مشكلة صعبة جدا وعشان كده احنا عمرنا ما هننجح ما هي الواحد البني ادم لا بيبني نجاح ولا بيبني مستقبل ولا بيبني حياة بغير ما يعدي بحاجة الصعبة فمهم قوي نحن نبقى عارفين ومركزين ان كل ما لايه نفسينا داخلين على منعطب صعب اخرت المنعطب الصعب ده هنلايه هو ده الطريق المستقيم اللي احنا محتاجين نمشي عليه اللي ههوصلنا اللي احنا عايزين صح جدا 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 بشكرك جدا استاذ تامر شلبي خلالي تنمية البشرية شكرا جدا يا استاذ تامر وانت طيب يا رب وانت طيب مشي جدا مشاهدينا زي ما انتم سمعتوا كده انا مبعد افكر في كلام تامر برضو فعلا لو احنا رجعنا كده شوية بالذاكرة هلاني كان اصعب قرار في حياتنا اللي هو ليالي وليالي وشهور وشهور عمالة افكر في القرار ومش عارفة اتخذ القرار في الوقت المناسب كان وراه على طول حياة مختلفة تماما انا جربت ده في حياتي وراه على طول يعني على قد ما بيبقى القرار صعب وبتبقى محنة كبيرة وبتتخطي مرحلة صعبة بس سبحان الله يعني بتلاقي بعديها حياة تانية ومرحلة تانية وناس تانية فتحس ان انت كنت في عالم وروحتي لعالم تاني خالص ما تزعلوش على حاجة فاتت مدام ربنا مدينا عمر ولسه بنتنفس وقفين على رجلينا وبننم من غير خراتيم في العناية مركزة وبنقوم من غير خراتيم ومن غير محد يقومنا فالحمد لله يبقى احنا تمام احنا تمام جدا ونحمد ربنا جدا 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 على كل النعم اللي في حياتنا راحت فلوس ايه المشكلة في دهي ما انا اللي بعمل الفلوس راحت صاحب عمري خني وطعني وسرقني يلا ايه المشكلة نعمل له ايه هو الخسراء نشوف صاحب تاني بس يكون محترم وعرف اختار الصاحب ايه المشكلة لما اقول الحمد لله ان انا خسرته دلوقتي عرفك لما بيجوا برده واشتكولي مشاكلهم في الحتة دي في الصحاب اقول له مش الحمد لله ان انت خسرته دلوقتي مش يمكن لو بعد شوية 3-4 سنين كمان كان خسرك بيتك كله كان بيتك اتخرب كان معرفش ايه كان صحتك راحت يعني لما ربنا بيأذن في التوقيت ان خساري فلانا انا تمام الحمد لله الحمد لله غير دلوقتي يعني تمام يبقى هي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم حقيقة انا ابتديت مشى بالسلام النفسي ده كلنا تعبنا وكلنا شفنا مشاكل وكلنا عنينا وكلنا صرخنا وعيطنا وتشلنا وتهبدنا عملنا كل ده انا وانت وانتي وكل اللي بتفرجوا علينا خدنا ايه في الاخر يا بنتعب ضغط بيعلى ضغط بيوتا هب جلطة هب دخلنا المستشفى كل ده ما بيجيبش غير الامراض لكن لو انا عندي يقين بربنا سبحانه وتعالى ان طول ما انا عايشة طول ما ربنا متولني مدام انا عامل اللي علي وبراعي ربنا في شغلي وولادي وحياتي وفي الناس اللي بتعامل فيه معاهم انا تمام دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ونستقبل ضفنا في الستوديو الكاتب والسيناريست الاستاذ باسم شرف وهنتكلم اكتر واكتر عن استقبال السنة الجديدة بروح جديدة وبنشاط وبسلام نفسي الاهم خليكم معاين وارجع نالكم مرة تانية مشاهدينا ومنورنا بقى معاين في الستوديو الكاتب والسيناريست الاستاذ باسم شرف هنتكلم معايا بسألني ونتكلم بقى كل سنة وانت طيب يا باسم وانت طيبة يا مان سنة سعيد عليك يا رب سنة حلو عليك وعلى كل اللي شغالين في البرنامج الحلو انا بحبه والناس اللي بتتفرج علينا يعني سنة حلو علينا كلنا ان شاء الله يا رب احنا اخترناك بقى في اول يوم في السنة الجديدة تخيل تخيل قد انت عزيز علينا انا مبسوط جدا والله وان نبتدي السنة الجديدة معاكم يا رب يعني اللي كان عنده حاجة منغاص عليه حياته تخلص يعني التدريج كده تخلص احنا عايزين بقى دايما الكاتب دايما الكاتب والسيناريست بيبقى هو اللي بيكتب الحالة بتخرج من قلمك الاول قبل ما تتصور وتمينا الاخراج بقى وتمثيل وكل ده عشت حالات كتير وكتبت سيناريوهات كتير واكيد فيها الحلو وفيها المر وفيها المعاناة وفيها التقات الحلوة خلينا الاول يعني نبتدي كده انا عايز اطلع من باسم النهاردة ازاي ارمي كل المصاعب اللي في حياتي ونبتدي سنة جديدة انا عارفة الكلام يمكن تقليدي في كل سنة جديدة بنقوله لكن انا عايز اقول كلام مش تقليدي نهاردة بص يقولك حاجة هو غالبا عشان تبتدي عايش حياة لطيفة لازم بتبتدي من معاناة محدش بيبتدي الحياة لطيفة طول الوقت والحلو في الحياة ان فيها كده وفيها كده فاحنا لو في كده نستمتع بكده وعشان نعيش انا عارفة اني باس ممرز بظروف صعبة كلنا عاشنا بص كلنا عاشنا حياة مش يعني مش طول الوقت لطيفة بتقابل مصاعب مطبط طول الوقت صراعات طول الوقت عدم استقرار طول الوقت كل الناس معرضة في كل أنواع الشغل والمجالات ليه دوت؟ هي الفكرة ازاي تتعامل مع ده؟ طب قولي ازاي نتعامل مع المصاعب دي وازاي نقوم على رجلينة دي هقولك من خلال تجربتي عشان انا مش لايف كوتش ولا تنمية بشرية ولا الحاجات دي بس قريبا لك التجربة الحقيقية انا هحكي عن تجربة تجاربي وتجاربي الحوالية وتجاربي الناس اللي عرفها يعني فكرة انه انت لما بتبقى في مشكلة خليك احنا عندي مشكلة حقيقية كان دايما بتحصل في حواري دايما مع الناس التعلق الدائم بالماضي انا عندي مشكلة طول الوقت مع الماضي ما بحبوش مش عشان في حاجة وحشن لأ عشان شايف طول الوقت ان النهار ده اهم يعني انا عايش النهار ده انا جاي النهار ده بنسجل حلقة النهار ده دلوقتي ايو انا ببسط بالوقت ده دلوقتي اه دلوقتي قبل كده انا معرفوش خلص فاللي بيخلص انا مش برجع له انا دايما بطلع لقديم يعني النهار ده بخلص اللي ورايا بنام باصحى ويوم جديد تماما انما طول الوقت احنا عندنا علاقة بالنستولوجي طول الوقت والحنين اللي الماضي طول الوقت وده مش قلطة في حاجة مع أنه يبدو أنه هو فيه طيبة وفيه حنية بس هو مش قلطة في حاجة مش قلطة في حاجة خالص لأنه بيخليك واقف عند نقطة خلصت فكأنك عايش حياة فلاش باك يعني أنت الحياة لما تفضل طول الوقت فلاش باك أنت عشان تتقدم لازم تشوف خطواتك اللي جاي التعلق بالماضي بريحك لأنه ما فيهوش أي مغامرة أنه خلص المستقبل هو اللي فيه المغامرة فيه تحدي فيه تحدي ده اللي بيخليك أصلا تعيش فيه تحدي طول الوقت عشان أروح للمستقبل أصلا أروح وأنا كويس أيها التخطيط يعني أنت عندك مشكلة أنا بحدد المشكلة بتاعتي الأول خلص ما طبم وما طبط في الحياة بكلنا بنعاش فيها هخرج منها إزاي أنا قبل ما باخد القرار أنا مش اندفاعي زمان كنت اندفاعي جدا وبغلط يعني بعمل المشكلة ممكن أغلط ممكن حقي كله يروح مثلا بسبب إن أنا مفعلت إن أنا أغلط قلت جملة مش مفروض تتقال دلوقت مشكلة ناس كتير على فكرة ما أنا بقولك أنا كنت منهم يقولك بيضيع حقه بكلمة ده بيبقى غباء اجتماعي يعني ده أنا بعتبره كنت يعني عندي غباء اجتماعي في دوت إنه برضو حسك بذاتك وفي حاجات لازم توقفها شوية عشان تعرف تفكر تمام فبتتحرك القطوة لقدام فبتبدأ تشوف المشكلة إيه فبتبدأ تحل بس أنت فعلا بص إحنا مع بعدي كده أول حاجة معظمنا متعلقين بالماضي طول الوقت حتى في الحاجات اللي بنكتبها حتى في الفستات اللي بنشيرها اللي ما عابش كان فين وراح وجي والأصالة والندالة كله على الناس عدوا في حياتنا صح مش الحاضر عموما لا الحاضر أهم آه تاني حاجة برضو انت قلت كلمة مهمة جدا يا باسم اللي هو الانفعلات أيو الاندفاع كده كلمة ليه ولحت الدنيا وبعد شوية قولي هو لا إيه اللي أنا عملت ده كنش ينفع أصلا أعمل دوت ومعيننا اللي هي الحق بطلع عنا اللي غلطان بالزبط كده ما هو دايما يقول لك أخذ الحق حرفة واحنا ما عندناش برضو كتير مننا الحرفة دي اللي هو عارف انت اللي هو اللي يقول لك الصنايعي عارف بتوه زمان يقول لك ده هو ده بيباعي الصنايعي يعني صاحب حرفة بمعيننا فرصتانة جديدة يعني ما لو أنت عندك مشاكل أنا بدا تحل مشاكلي بنفسي في الأساس لأن أنا اللي كنت عايز أحل لو أنت اللي مش عايز تحل أنت مش هتحل حتى لو جبت لك دكتور يحكي لك في نفس الموضوع تمام بجيب ورقة جبت ورقة من كذا سنة وكتبت فيها أنا محتاج إيه إيه اللي نقصني إيه اللي محتاج أتعلمه إيه الخطوات اللي المفهودة أخدها إيه الحاجات اللي المفهودة أخدها دلوقتي وفيه حاجات أخدها بعد كده يعني عدت خططت كده شوية وفيه حاجات ممكن معرفش عاملها قوي بس مثلا منها في وقت الكتابة أنا زمان كنت بكتب في أي وقت اللي هو إيه المزاج والبتاعه وده مش حقيقي اكتشفت إنه فيه وقت كبير جدا بيضيع فبقيت أشتغل تعلمت مثلا من كان الأستاذ نجيب محفوظة الله أرحمه كان بيشتغل في وقت معين فيه خير شلبي كان بيكتب في وقت معين يعني كبار الكتاب في العالم كانوا بيكتبوا في وقت معين بيختاروا وقت معين للكتاب آه أيا كان نوع الوقت أي حتة في الوقت أنت في اليوم أنت بتشتغل فيه فلما من 8 سنين أو 9 سنين بدأت أشتغل من الصبح لحد مثلا لو أنا مثلا بكتب في رواية مثلا بتلاقيني بكتب من الساعة 7 السبح يوميا لحد الساعة 12 واليوم يخلص أنا كده خلصت كتاب أفلت بقيت اليوم أنا بعمل حاجات طبيعية جدا ملاحش علاقة بالرواية نهائي مش بعد أفكر فيها لازم أخلع منها عشان أرجع لها يعني تنظيم الوقت ده أهم حاجة تنظيم الحياة انت عارف يا باسم كم مرة دكتور نفسي أستضيفه يعني الحمد لله يمكن حلقات وحلقات ألاف من الحلقات آآ شفت حاجات منها آآ يعني كام واحد يقول لي إيمان هاتي ورقة وقلم ونصحي الناس كلها اللي بيسمعوكي ولي بيشوفوكي يعملوا كده أنا يا باسم بوعيدك دلوقتي عشان أنا لغاية دلوقتي على سنين فاتوا لمسكت ورقة ولا ألم ولا كتبت زي مدى كترة كانوا بيقولولي وناس حتى خبراء طاقة قالك اكتب الحاجات انت بتجذبي الطاقة وبتجذبي الحاجات كلها اللي انت بتبيعيزها ما عرفش ليه عقلي البطن رافض يعني هي الورقة والقلم يعني هتعمل لي ايه يعني 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 ايه هتخلق بص كبان ورقة والقلم مش نوت يعني بخط الإيد آآ بخط الإيد شوف النعكاشة بتاعت خط إيدك شوف حروفك اللي انت بتكتبها وهتتعلق بيها وتبصي لها كل يوم دي حاجة نفسية حاجة نفسية أنا إلى الآن في حاجات ما بعرفش أكتبها على الكمبيوتر على طول آآ يعني في مثلا مشاهد معينة أنا مثلا بعمل مسلسل في مشاهد معينة ما بعرفش أكتبها على الجهاز على طول لازم تكتبها لأول على طول لازم مورقة وقلم لازم أحس اللي أنا بكتبه و أشوفه بعناية كدهوات لأن بشوفه و بيقول طيب يبقى نمسك وراء وقلم وكتبت كل الحاجات اللي انت عايز تعملها آآ بعد كده كل سنة بيبص فيها ولا كل شهر ولا كل يوم لأ دي بقى فضلت أنا غيرت منها حاجات جزرية آآ أنا عندي شغل لأن إحنا خد بالك طبيعة عملنا ككتاب أو فنانين أو مزعين أو كده إحنا أغلبنا أقرب للكسل من العمل بعكس الناس ليه؟ لأن عندك مبررات كتيرة جدا نفسية تقدر تقولها لنفسك أن أنا مزاجي مش حلو مثلا دي بدون الحاجات فتلاقي نفسك ما اشتغلتش يعني أنت طول الوقت شجع نفسك على العمل لأنه إحنا إذا أقول لتلك أنا لو أنا استسلمت للحالة دي بالمزاجية بتاعتي دي مش هاشتغل مش هانتك حاجة طيب هل أنا لما ببص على الورقة بقى اللي أنا كتبتها وكل أحلامي أو كل حاجات اللي أنا عايزة أعملها هل لما بشوف حاجة تحققت منها حاجة أو حاجتين دي بتديك طاقة بقى يعني أعتقد بتديك لو بصي حتة قد كده هتخليك تعملي حتة اللي قد كده فالحتة قد كده تعالى هايعملي تجربة كده عندك على حتة ابداء اليوم أن أنا هرسم الحتة دي أو هنضف الحتة دي أو حط هنا بوينت حط هنا عملة أو حط حاجة وشوف بعد آخر أسبوع هتلاقي في جزء بعد كده بعد أسبوع الثاني هتلاقي في جزء هتلاقي نفسك في آخر فترة قريبة جدا نكوني خلصتين أنت عايزة تعمليه برضو إحنا هنعمل ده ما تيجي نعمل كده ناخد قرار كده مع باسم من الأول سنة نعمل تجربة يعني نكحة نكحة ما نكحيتش أشتا يعني إلا يحصل ما تيجي نجرب ساعة دايما الأفلام المؤثرة جدا يمكن أن تفرج عليها الأجنبية بتاعت زمان دايما تلاقيهم فعلا في الأفلام دي حطين ورق كده على التلاجة لازقين كده ورق حطين في القولة كده يعني أتري موضوع الكتابة ده أكيد لي ساحب صراحة بعد التجربة أنا بقولك أنا استفدت جدا من التجربة دي أنا بقولها كحاجة أنا عشتها كبنياء ده معادي خالص يعني نتخطف المأذك من الحياة الحياة اللي إحنا بنقع فيها دي وبحاول إن أنا صلاحها طول الوقت طب إيراك يا باسم ننزل مع بعض الكاميرا يحكي أنا نزلت في الشارع وشافت رأيي الناس إيه عم وضوع حلقتنا النهاردة والسنة الجديدة تعالوا نشوف مع بعض ونرجع تالي للستوديو يلا بينا النفس يتغير بس الزمالك إن شاء الله كده يخد بطولة السنة دي كده مع السنة الجديدة وأنا فعلا بحب التغيير يعني ما فيش حاجة معانة يعني في دماغي دلوقتي ممكن أغيرها ممكن أغير عربيتي أنا أمن الشخصات اللي بحب التغيير على طول وممكن بحب يعني مهارات جديدة أكتسبها أصحاب جداد أماكن جديدة أرحب أشوفها يعني بحب أستكشف العالم يعني والله يا أمنياتي في السنة الجديدة يكون خير وسنة سعيدة علينا وعلى المسلمين وعلى مصر كلها والله يعني أنا نفسي أبطل تدخين بس دي أمنياتي في السنة الجديدة لأنا كن أبطل التدخين يعني والله أي حاجة من دي أنا أغيرها إن شاء الله في السنة الجديدة الحاجات اللي ممكن تتغير في السنة الجديدة بالنسبة لي الواحد ممكن يحاول يكبر في شغله بالنسبة لبيته والأسرته مثلا لو في حاجات ما قدرش يحققها هالسنة اللي فاتت نحاول نشوف إيه اللي ممكن نقدر نعمله السنة دي إن شاء الله بإذن الله كسنة جديدة ونحاول إن إحنا نطور من نفسنا إن نبقى أحسن إن شاء الله يعني يعني أتمنى في السنة جديدة ناخد كورسات مثلا أو أي حاجة كورسات دراسات كده تغيرني اللي أحسن يعني بالنسبة للسنة الجديدة إن شاء الله يعني نغير يعني السلبيات بتاعتنا تبقى إيجابيات نغير كشخص من مجتمع لبلد لكل حاجة وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه معانا في الستوديو الكاتب والسيناريست باسم شرف باسم أنا بقى عايزة بروح بقى للحتة بقى الفنية والدرامية طبعا ما شاء الله يعني مش هنحسد من أول السنة بقى ما شاء الله ما شاء الله أعمالك كتيرة وأعمالك مميزة في الروايات أو المسلسلات يعني طبعا ما نقداش ننسى راجل وستة ستات تامر وشوقية الفضيع اللي بيتكلم عن مشاكل دايما الراجل والستة والحمى وصحابهم ومنطقة شعبية ومنطقة شعبية واحد كلاس وحد تاني في منطقة شعبية ويمكن الحتة دي بقى اللي يعني يمكن أكتر المشاكل اللي بيتجلنا في الانفصال العاطفي والانفصال الجواز وكله إنه هي هو كان من مستوى وأنا من مستوى هو كان أقل مني أنا أعلم منه هو كان أصغر مني وأنا أكبر منه هو معرفش إيه يعني التأسيم التأسيم اللي هو إنه كل حاجة عايزين نحطها في علبة عشان نقفلها ونحطها على جنب ودي خلصت بالنسبة لنا هو دا مش حقيقي خالص لأسباب إنه كل حتى كل الطبقات ما بقتش طبقة واحدة يعني ما فيش طبقة شعبية دلوقتي خالصة مخلصة يعني المنطقة الشعبية غير المنطقة العشوائية غير جوه كل حتة من دول هتلاقي فيه الناس اللي جوه المنطقة دي اللي مستواهم المادي مش جامل بس مستواهم العلمي والثقافي عالي تمام وده التراتوبية بتاعة ماركس اللي هي المسلس يعني المسلس كل ده تغير القضية الكبرى كل ده تغيرت يعني ما فيش حاسمها الخير الكامل وما فيش حاسمها الشر الكامل أنا مؤمن طول الوقت إن كل الحاجات متدخلة كل الحاجات دخلة في بعضها ومعقدة بشكل كبير جدا وكل ما بتتعلم وبتبدأ تخش وتقرأ فيها بتلاقي الدنيا دخلت في بعضها أكتر فبتلاقيش الدنيا ماشية بالشكل اللي الناس مستنيها ما تستناش طول الوقت الحاجة العظيمة اللي هتحصل لك ما تستناش حاجة تغيرك غير إلعب بإيدك وغير يعني أنت خش جوه الموضوع بنفسك ويتلاقي الموضوع فعلا بيتغير جرب يعني جايز تنجح يعني بدل ما أنت خلاص أنت مكرر للفشل جايز تنجح اسمع بنفسك يعني يعني خلي الحياة والدام عينيك بلورة ويلعب يعني حاول تعمل حاجة يعني مثلا لو أنت مثلا عايش في منطقة مثلا شعبية وكلنا جاي من مناطق داية كان الله رحمه أمي كانت دايما البيت تحس أنه هو بيت جنة اللي هو إيه الله يرحمه الحاجات في مكانها ألوان نضيف مرتب بالرابع عليك رحت الأكل الحلوة طبعا يتحس بيت داية الألوان بتاعت الستاير مع المخدات مكارش اللي كان بيحطوها حاجات بسيطة جداً ما كنتش فاهمها زمان بس فاهمتها دلوقتي لما بقى عندي بيتي أيوه إنك إزاي بتصنع البهجة جوا أي حتة جوا أي دكانة في الدنيا عندك حتة بلكونة صغيرة قد كده إزرع أربع خمس زرعات صدقني نفسينا تتغير زمان برضو أهلينا وجدودنا كانوا يعودوا يزرعوا النعناع في البلكونة طبعاً كان يقولك نغير شكل البلتكانة نعمل مش عارف إيه في النملية اللي هي الحجات بتاعتهم وفاكر زمان لما كان لازم أهلينا يغيروا حاجة في البيت في العيد أو قبل رمضان رمضان يقولك دا موسم رمضان شو في داخلت رمضان ريحة الشوارع عاملة زي داخلت رمضان تلاقي الستان بتتغير تلاقي المفرش على الصفرة اللي كلنا بنأكل عليه كل يوم بيتغير ما دا تغيير صح الألوان الحلوة بتدي نشاط قدرنا نعمل دا عملناه جربناه ونجح والناس كلها بتحبه وأنا شخصان بحبه جد بس مش كل الناس بتعمل كده بس لا بس دلوقتي لا أو فيه الغد دلوقتي بنشتعل احنا نعمل دا يعني أنا بحب الأجواء بتاعت رمضان جد بحب أجواء كريسمس جد بحب الأجواء اللي فيها الناس مبسوطة طيب بما ان احنا برضو في السنة الجديدة ودخلين عليها يا وخلاص احنا أول يوم لكن لو حد جي قالك يا باسم كده أعدت مع كم وعملاش لو حد جي قالك عشان أنا عارفة ان انت دايما بتسمع للشباب ودايما بتسمع لصحابك ودايما انت معين مرد بكتير بس الحكيم لصحابك يعني صاحب الجدع طول الوقت اللي عمره ما بيبخل بمعلومة على صحابك وأنا شفت ده ابن أفسي لكن أكيد قابلت ناس كتير قوي في صحابك اللي هو مش عارف يرتبط مش عارف أنا بشوف كتير أنا كل واحد في عيب يعني لو مسأل البنات لو تيجي تسألت أولك ما هو ده بس تلع بخيل روحت الواحد تاني كريم جدا بس كداب وبتاع حوارات طب معندوش شخصية أيوة سبت البخيل وبتاع الحوارات ده معندوش شخصية ده ابن مامي بقى يعني ماما هي اللي بتقرر كل حاجة وترن عليه في تليفون يجيله صرع فكل واحد فيه عيب لدرجة ما بقناش عارفين نرتبط طب نعمل إيه انت قلت حتى كده خدتني للنقطة دي انت ما تعاديش الكمال قوي كل حاجة بس طب نعمل إيه ده ما هو دي مشكلتنا بقى مشكلتنا طول الوقت احنا عايزين الحاجة كاملة مكملة واحنا نقصين يعني مفيش يعني لازم تأخذ بالك انت لو ربنا يعني بعتك في الحتة دي وانت اخترت الشخص ده عيش مع التجربة وفي حاجات لازم يعني نسامح فيها بصي فكرة الاختيار على قيد المعين ده ده فاشل التجربة كل تجربة جديدة يعني كل واحد بيخش تجربة نفس الشخص بيخش تلت تجارب أربع تجارب وهو نفس الشخص بيبقى شخصي تاني هي الفكرة انك انت عيز ايه من العلاقة دي لازم ان حد احتياجاتنا انت عايز ايه من العلاقة دي مش رغبت لو انت بتختار انما في علاقة انت بتتورد فيها نفسيا انك خلاص انت حبيت الشخص دوت لان احنا لما بنعلن ان احنا بنحب احنا حبينا قبل ما نعلن فمش اللحظة اللي بنقول فيها انا بحب هي اللحظة اللي انا بحب فيها لا انا حبيتنا قبل كده تعارف يا باس انت عارف انا صريحة طبعا يعني انا دايما بقول الناس اختاروا ودي حقيقة لازم يختاروا يعني ان انا اختار صح يعني على الال المقاييس السوابت يعني السوابت يعني لكن انا مع بقى ايمان من جوة مفيش حاجة اسمها اختيار الحب ده بيجي زي القدر كده طوريت انت متورد انا شبت واحد حبيته حبيته حتى لو هو يعني من بلد تانية ولا من مكان عشوائي انا حبيته فيجي وقولك اصلا انا مش عارف حبيته لا انت مش هتعرف حبيته ما انت لو عرفت هتسيبها تعرف فعلا ان اول ما بيعرفوا هم حبوا ليه بيسيبوه حاجة غريبة جدا ما هي الفكرة انك انت عشت تجربة وانت راجل ربنا ما تديك طاقة على انك تقعد تجرب وتخش التجربة خلص خلص خلصت تمام عشت تجربة اللي بعدها ما تحبطش وما تزهقش عشت تجربة اللي بعدها خلص هتعمل ايه ان ده زي ده زي ده ما فيش نفس الشخص اصلا هو عبارة عن ميت شخص ما بالك بقى الميت شخص عبارة عن كام شخص لانه انت لما بتخش انت في كل لحظة انت بتتغير العالم من حواليك بيتغير اللي بيحصل حوالينا ده بيخليك تتغير صح انت نفسيا مش انت من سنتين يعني فلازم تبقى واخد بالك من كل ده طيب خلص في قدل دقايق لكن انا سريعا كده عايز اف ايه اخر اعمالك لشغال فيها يا باسم دلوقتي اه مفروض عندي كتاب جديد اسمه لو كنا نطير لو كنا نطير ده احنا هنطير كله ده اصلنا يعني كتاب القابل ده كان لو قابلتك من زمان نزل من سنتين او ثلاث سنين فده شغال عليه بقى لي فترة برضو طويلة فنفسي بقى يعني اخلص ان شاء الله اشتنلحق المعرض لا خلص ان شاء الله يخلص ونحضر معك في المعرض ان شاء الله ربنا يسائل وبتحضره يعني بعد جروب الدفعة كان اخر حاجة عملناها كانت قابل روانان اللي فات على طول ومفروض بقى بحضر حاجة جديدة ان شاء الله أن شاء الله أكثر مسلسل قابل روانان اه تمر وشوئية ورجل ستاك عشان اجتماعي عشان ربنا اراد ان احنا ننجح صحا كده عشان الله يبرفو علي لأنه فيه حاجات تانية احنا عملنا فيها كل الحاجات اللي تنجحنا ومانكحاش عشان كده بقى أنا عايزك تقولي جملة أخيرة مع السنة الجديدة كده تخلنا السنة الجديدة الطاقة دي اللي هو ربنا أراد إن ده ينجح عشان فيه ناس كتير أنت غامر وعافر ومتستسلمش ولو جالك وقت استسلم تريح ريح شوية عادي جدا وقوم كمل عادي في الحياة زي ما أنت عايش وفي نفس الوقت حط لنفسك خطة اللي هي خطة هتخلص فيها حاجات بكرة الصبح اللي هو هفتر حطها من دين الخطة عادي وفي حاجات محتاجة شغل ومشتغل عندك مشكلة مادية أهلينا متربينا في وسط بيوت يعنينا كانوا بشتغلوا طالع أربع شغلانات وما كانش حد فيهم بشتكي بزاق يعني طول الوقت حاول نفسك باللي بشتغل ابعد عن الناس اللي طول الوقت بتاخد منطقتك اللي بتأسر عليك سلبي بشكل سلبي اللي بيحبطوك كل ده يعني حاول تبعد عن كل ده وحط لنفسك خطة عمل حياتية لمدة سنة وان شاء الله هتنجح كل سنة وانت طيب يا باسم وانت طيب يا ايمان يا رب دايما نكحين كده موفقين ان شاء الله ان شاء الله يا رب وسنة حالة علينا كلنا ان شاء الله ان شاء الله يا حبيب طيب أنا عايزة أقول بقى في النهاية وانتوا عارفين لازم يبلية كلمة أنا عايزة أقول ان كل اللي احنا شفناه في السنة اللي فاتت وكل اللي احنا بنشوفه طول الوقت على السوشيال ميديا الناس اللي كبه انا خلاص بطلت جدعانة مش هتعرف تبقى مش جدع اللي فيه طبع ما بيتغيرش الجدع لو اتعامل فيه ايه لو كسروه وموته بيفضل جدع فاحنا مش هنبطل الصفات الحلوة اللي فينا اللي ربنا كرمنا بيها عشان فيه ناس تانية وحشة ابتدت تشوه فينا مش هنسمح بده الجدع هيفضل جدع ولو انا بدل ما اتكلم عليك انا هتكلم عن نفسي لا وهكلم بلسان كل بنت وكل ست مصرية عمالة تشير في حاجات سلبية والندالة والقهر والموجوعة واللي تسابت واللي سابت واللي تخانت واللي خانت هتفضلي جدع وهتفضلي امر وهتفضلي باخلاقك الحلوة فيش حد يقولك اصل انتي خنقة واصل انتي مقفلة لا مقفلة بس محترمة مقفلة بس عندي كرامة وعزة نفس ماينفعش اردخ واقبل بحاجة مقبلهاش لا روح اقبل ابقى زوجها تانية واتزل وبقى مسخرة لبيت وناس تانين انا معرفهمش مااخدش حاجة مش بتاعتي لازم الراجل اللي يجيري يشلني واشتريني ويشلني على راسه بجد عشان ابتدي سنة جديدة بقى افكار جديدة فيش حاجة اسمها حب مع زل وقلة كرامة لا لما تبقى كرامتك رقم واحد وعزة نفسك وبيتك وتربيتك واهلك كل دول في لستة واحدة هيجيلك اللي ينورك واللي يشيلك واللي يحترمك اردمي على كل اللي فات اردمي على كل الافكار اللي كانت مضلمة حياتك ما انا بحبه اعمل ايه لا ما عملش ايه اللي احبه ده لازم يبقى كل حاجة فيه ماشية مع حياتي شبهي ناخد اللي شبهنا واللي اهم كمان نعيش عيشة اهلنا عيش عشتي البيتي اللي تربيت فيه واللي طلعت منه ما مسلش حياة تانية ما اقولش حاجات مش بتاعتي مش حياتي مش تعليمي مش ثقافتي سنة جديدة بقى افكار حلوة بكرامة بعزة نفس بقى انور اكتر انزل اشتغل وابقى نكحة وحس بنفس الاول لما تحبي نفسك هتحبي اي حد حواليك هتحبي شغلك وهتنجحي وهتنوري كل ده بيبتدي من هنا الاول من نفسي انا الاول كل سنة وانتو طيبين واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله